موسيقى 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 السلام عليكم البنات كيف بقتوا مزيان اتمنى تكونوا بخير وعلى خير في فيديو اليوم سوف نصيب لكم بغرير ماشي انا اللي سوف نصيبه صراحة هو من يدي الماما بزاف ديال الناس يدوقوا عند ماما بغرير يصيبوا عندي يسولوني تبارك الله ما شاء الله كيجيها بغرير غزال هنتو ما كتشوفوك كيجي كيجي كيجيا كيستقلها زوين وبمقادير بسيطة وسهلة كيجي هاد بغرير شهوه منو ما تشبعوش منو البنات هنتو ما كتشوفوك يجي رائع في المنظر وفي الماداق كنتمنى تتجربوه اللي كيسولني على البغرير ديال ماما ها هو ده بغرير حطيتو لكم وها هما دول مقادير مضبوطة مع الطريقة ديال تحضير من يديها شخصيا تبعوا معي الفيديو بشعرفوا المقادير والطريقة ديال التحضير في المقادير عندي نسكيلو ديال سميدة الرقيقة ديال الحرشة عندي جوج معلقة كبار ديال سكر سانيدة معلقة صغيرة ديال الخميرة المعجونة هنا عندي معلقة زلافة صغيرة ديال طحين فورس تقريبا نستديل معلقة كبار ووحد الخمارة حمرة والملحات على حسب الضوء نبدأ على بركة الله نستطيع ونستطيع بركة الله ونستطيع نضيف المقادير كاملة بشوية ديال المادافي واحنا كنخلطو بواحد المغرف واحنا كنضيفوه بالمادافي نخلطو حتى كنحصلوه على واحد العجينة خفيفة ديال البغرير نقوم نضيفو الماء حتى كنحصلو على هاد العجينة هنتم ما كتشوفو اللي كتكون جارية من بعد كنديروها في مولينيكس عاد كنتحنوها مزيان إلقنا شوية العجينة خاطرة كنزيدو لها المادافي كنتم مردين وليكون في السقف الاخير كي كتجي هاد العجينة هدي كنتحنوها مزيان بعد مطحنها هنتم ما كتشوفو كي كي يجي القوام ديالها كي تجي جارية بحالها تشكل هذا كنتم ما كتشوفو كنتي خفيفة أجين عجينة ديال البغرير سافي وكن نردو على ما كتسخن من المقلة ما كنخليوهاش بزا فتخمر غير على ما كنديرو المقلة تسخن سافي كنبدو الطياب طريقة ديال الطياب كنديرو في واحد الزلافة بش يجي نعبار واحد ويجي ندك بغرير على قياس واحد وكنحطو المقلة ديال البغرير في فوق البوطاجي حتى كنكبوه ونقضو ذاك البغرير عاد كنردوها فوق البوطا وهنتم ما كتشوفو أسبارك الله هرا كي يجي غزال أنا ما قطعتش تسوير باش تشوفو كي كي يجي كنخليوه حتى كي طيب وكنحيدوه واحد السباتول ونحطوها بشي طبق هاو ثاني كنعودوه نفس العملية حتى كنكبوه ذاك العجينة ديال البغرير من بعد عاد كنردوها فوق البوطا وكنتسنوها حتى كتطيب وحنا كنعودوه نفس العملية حتى كنساليو العجينة ديال البغرير كاملة اللي عندنا هنتم ما كتشوفو فاش كي طيب كي كي يجي را كي يجي غزال وكي يجي كامل هاك كنتقب وكي يجي محمر من اللي تحت بدك ساني دا اللي درنا ليه ثم كتشوفو را كي يجي غزال كي يجي محمر من اللي تحت وكي يجي خفيف وفي الاخير كندهنوه كنديرو شوية ديال زويته بالدية فشي طبصل وكندهنوه بغرير ديالنا وكنستفوه بطريقة اللي وردتكم را كي يجي غزال جربوها البنات والساهل ضغية كي يوجد كنتمنى الاقتراح ديال اليوم هنا للاعجب ديالكم ما تنساوش شتركوا في القناة وخليوا لي التعليقات ديالكم كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات اللي كنحط والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانتظروني ان شاء الله فيديو اخر ووصفة اخرى اللي كتكون سهلة وبسيطة وناجحة مئة بالمئة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة